مع رفض التيار الوطني الحر الطريقة التي يعامل فيها المسيحيون في عملية تأليف الحكومة وأعلان القوات اللبنانية عدم مشاركتها في التشكيل التي يعدها الرئيس المكلف تمام سلام عاد الحديث عن حكومة الأمر الواقع ولو على حساب المسيحيين الأمر الذي ترفضه البطرياركية المارونية مهما كانت الأسباب والظروف بتاريخنا بنعرف أنه وقت اللي شريحة من الشعب اللبناني تعزل هيدا بيقدي إلى مشاكل بنتذكر قبل حرب الخمسة وسبعين وأثناء كيف صار ولوين وصلنا طبعا أي عزل لشريحة كبيرة من اللبنانية هو سبيل إلى مشكلة ونحن ليس بحاجة لمشاكل المتعرف بهاليام بكركي المبدأ الأساسي الذي طالب فيه من الأول أنه كل اللبناني يكونوا مسرين حتى الحكومة تقدر تحكم النائب البطرياركي العام يأسف للطريقة التي يتعاطى فيها بعض الأفريقاء مع الشريك المسيحي في الوطن خصوصا على صعيد الحقائب السيادية يحق للمسيحيين كما يحق لسواهم المسيحيين في مناصفة بالبلد وباعتقد بكل الأمور لازم المناصفة تتراعى بالحقائب السيادية بغير الحقائب السيادية طبعا هذا غير مسموح إنما المشكلة أنه المسيحيين مقصمين لو ما كانوا مقصمين ما كان أحد يقدر يتخطاهم بالطريقة هاللي صارت بس مقصف جدا كمان أنه أي شريحة من لبنان تحاول تهمش أو تتخطى شريحة كبيرة مثل المسيحيين التيار الوطن الحر والكتائب والقوات ومقصف أنه في ناس عم بيجتفيدوا من تقسيمهم حتى يتصرفوا بشكل غير ميثاقي بنهاية الأمر إذن كيركي قالت كلمتها يختم المطران الصياح وهي تقوم بما يلزم ولو بعيدا من عدسات الكاميرات لولادة حكومية تحترم جميع مكونات الوطن